كان ضيفاً في الظهيرة بمارتين وتحدثنا عن علامة بلاد واليوم الرحبي قادم من كندا عمر طاها يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً بيس طرقية أوجه الاشتحية لحضرتك ولكل الكاثر وكل المشاهدين الحمد لله على السلامة الله يسلم هاي أول زيارة من بعد الكورونا أول زيارة بعد حبسة من هاي المرتبة من هاي المرتبة الله يساعدكم وانتوا بكندا كل هناك الأصدقاء يقولون الله لا يراميكم مشون خانقين اي لا صعبة منها كورونا والبرد نفس الوقت فيعني صعبة جداً صراحة طيب التقيتك كثير من مرة وتحدثنا عن بلاد شنو التطورات اللي صارت أنا قلت لك رح نتابعك رح نشوف وين وصلت بعملك الشرف أول أنتوا تتابعوني نزلنا بعض تصاميم جديدة قطع جديدة طبعاً ما أخفيتش موضوع يعني موضوع كورونا والأزمة اللي صارت أثرت على الإنتاج بكل دول العالم وبالتالي كمية الإنتاج يعني قلت بس مع ذلك أنه إحنا مستمرين وقدرنا ننزل مجموعة من القطع وتوجهنا القادم رح يكون شوية باتجاه أكثر يعني شننا نشتغل كاجول هسا باتجاه شوية أكثر رح ندخل على الأمور الرسمية شوية أكثر الفورمال الفورمال أكثر لكل الجنسين جنسين حلو وبعدك محافظة على نفس الخط العربي الجميل هذا البرتقالي الألوان ستتعدد بس نبقى نحافظ على الهوية لأن الهوية ضرورية حتى الناس تتذكر أنه هذا البرانج هو بهذا الاسم فأكيد رح نحافظ على الهوية مع التنوع هاي بعض القطع الآن الرياضية ممكن نقول عليها هاي بعض القطع هاي جديدة ولهس طبعا الوقت شوية اختلف صار التوجه الناس قامت تحاولت تلبس هوديز أكثر هاي مكتوب عليها بلاد بخط تجريدي يعني هنال بالنص نعم وهذه القطع لكلاسك الموجودة اللي هي قطعنا الرئيسية يعني اللي صار أكثر شيء عليها طلب بالعراق تحديدا نعم أكثر طلب من العراق يجيك؟ أكثر طلب من العراق ما أخفيتش قبل موضوع كورونا يعني كان الطلب شديد من العراق وحتى فكرنا أنه نفتح شيء هناك في العراق وصارت الأزمة مع الكورونا الخير في مختاره الله يعني كل تأخيره بخير فإن شاء الله إن شاء الله المشروع بعد قام إن شاء الله طيب أنت أصلا تعاملتك هو بالمعصين خلال هذه الأزمة شون صرفت؟ والله كانت صعبة جدا لأنه أول شيء تعرفين هو الوباء هذا اللي صار هو شيء جديد بالكامل وفي تخبط الحكومات كلها والإدارات كلها يعني صارتها تخبط ما تعرف شنو نسوي شنو الصح شنو الغلط فهذا نعكس على البزنس وعالتجارة ونعكس على المصانع فأكيد أثر المصانع بالبداية بالصين تعرفين هو بدأ الموضوع بالصين يعني المصانع كلها سدت وما يعرفون قسم منها أصلاً ما رجعت فتحت بالإضافة إلى هذا أنه بعد ما بلد تفتح الأمور شوية بالصين يبقى موضوع التوصيل تعرفين مثل ما قلت الفيروس جديد فشلون يوصل إلى كندا أو إلى أي مكان ثاني وتحديداً كندا بدأت شوية يعني حازم كان بهذه الأمور فهل توصل البضاعة هل لازم تتعقم هل لازم تمر بمراحل مختلفة كلها اختلف يعني كان تجربة صعوبة التأسيس كانت يعني هذه موازية لصعوبة التأسيس لأنه يعني تجربة جديدة بالكامل شو أنت عاملين بالموضوع نخلص من هذا الجانب شلو أن نوصل للناس لأنه شركات التوصيل شحن والشحن يعني أغلبها وقفت وتحديداً تعرفين أن الوضع عدنا بالعراق سيء فشركات التوصيل العالمية أصلاً تخاف توصل العراق بهذه الظروف لهم لا تعرف شون الإجراءات أدى محادير يعني بالضبط فكانت تجربة صعبة بلدة الأمور تفتح شوي الحمد لله إحنا طبعاً بكندا الأمور لم يفتوحة مثل هنا بحث أني مستغربها سلالي قاعد بلا ماسك طبعاً ديني يلاشلت الماسك سلبت عليها واخلي الماسك إيه يعني هي مبرمج شايفة مبرمج من الله سنة النص محبوسين برا ثلج ويا كوفيد فشان شوي صعب طيب في اللقاء الماضي تحدثنا عن كثير من الأشياء من ضمنها كانت أعزك أنه طموارحات غير هذا الجانب الأزياء أنه أنت تريد تمثل وأنت تريد تدخل في مجال الإعلام هاي الفترة يعني بعدتك شوي عن أنه المجيء أو إيجاد فرص بعدها لهاي الأمور قائمة طبعاً أنا يعني المشكلة للطموحات والأفكار اللي براسي كل شي هو وعندي طاقة أحس أقدر يعني أطلعها بمكان مفيد رغم هذا الابتعاد فكرت فكرت بالموضوع وبصراحة يعني بعد تزايد عدد المتابعين بالإنستغرام قاموا الناس تكتب لي كل ما أفتح بثوي الناس أنه ليش ما تدخل للتلفزيون ليش ما تدخل للتمثيل إلى آخره من هذا القبيل فهذا الموضوع يعني يعني بالضبط نمى الفكرة براسي أنا المهم أن أدخل أي دخلة يعني سواء كانت بالتصميم أو التلفزيون أو التمثيل أو أي دخلة أدخلها بحياتي المهم أن تكون مدروسة وتكون لائقة يعني أنا المهم هذا الموضوع أحافظ عليه ما مهم الانتشار والشهرة لا مستعجل شيء لا ما مهم الانتشار والشهرة بقدر ما أنه تكون الموضوع لائق ومحترم فجدت بعض الفرص بعضها كان غير مناسب وبعدني فاتح هذا الباب مثل ما نقول طيب طيب شلو رأيك تنظمنا بالظهيرة شوال يعني يعني تكون ويانا مشارك وحدا فقرات الظهيرة شو رأيك بهذا العرض هسا على الهواء والله هاي مفاجأة يعني أنا لا يعني أنت صدمتيني هسا يعني طبعا أنا أتشرف أول شي يعني أكون ويحضرتي هذا شرف إلي طبعا واتفاجأتيني هسا يعني ما يعرف الكلمات هاي الروورد خطيئة صال لك سنة ونحن محفوز أنا أتشرف أكيد وأكيد فكر لك شفت فقرة حلوة مدروسة هم شي تعجبك لانت مثل ما قلت أكيد أكيد يعني أنا ما أعرف شو أشكركم والله مجرد ما أنه أنت حقيقة ومجاملة يعني أنتوا دائما يعني تدعمون الشباب وحافظتوا على المستوى الراقي بوقت صار بي هواية المعايير اختلفت وهواية صار بي نزول بالمستوى الثقافي والمستوى الفني وإلى آخره فأنتوا ما شاء الله عليكم حافظتوا على هذا الشيء مع دعم للشباب الدائم ماذا أقول بس عني أنا أنا متابع يعني فأشوف الدعم للشباب اللي بالعراق واللي برا فإحنا ما نعرف شو نشكركم بصراحة تستهلت كل الشباب وإنتي فاجأتيني هسا جدا والله أنا حتى أهلي ما يعرفهم بالموضوع يعني هسا هاي صدمة يعني أهلك يتابعونه الظهيرة طبعا يعني نخفف عليكم إحنا بالغربون والله إي إحنا إنتي تعرفين ما أستجاد نستهلت يعني أنا ممنون جدا ومتفاجأت بصراحة الكلام راح منه لا إن شاء الله إن شاء الله نفكر في الفقرة حلوة وإن شاء الله يعني يعني شكرا جزيلا أنت إسلامي أستاذ أنت راجع أحسا الكندا ورأة بترجع ودندفان إن شاء الله إن شاء الله رتبها قريبا جدا إن شاء الله عمر كل التوفيق شكرا لك وسعادة اليوم وجودك بالظهيرة أنا جدا سعيد وشكر خاص لحضرتك شكر خاص لأستاذ فراس أنا ممنون جدا على الدعم الدائم وأنا فخور إنه أعرفكم بصراحة إحنا سعادة عندنا شباب علاقين طموحين وين ما كانوا لكن هما متمسكين بطموحهم بأحلامهم وهذا إحنا الأمل دائما نقول بالشباب فلازم ندعمه بكل أحوال شكرا جزيلا نعمال شكرا لإسترقائي جزيلا نعمال شكرا جزيلا نعمال شكرا جزيلا نعمال خلال حمiche شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر